اشتركوا في القناة بجهة طنجة تطوان الحسيمة حيث فاز بالدائرة الانتخابية البرلمانية طنجة أصيلة كل من محمد نجيب بوليف عن حزب العدالة والتنمية سمير عبد المولى عن حزب العدالة والتنمية محمد خوي عن حزب العدالة والتنمية محمد زموري حزب الاتحاد الدستوري فؤاد العماري حزب الأصالة والمعاصرة بالدائرة البرلمانية المضيق الفنيدق فاز كل من محمد قروق عن حزب العدالة والتنمية وعلي أمنيول عن حزب التقدم والاشتراكية بالدائرة الانتخابية تتوان فاز محمد العربي أحنين عن حزب التقدم والاشتراكية نور الدين الهاروشي عن حزب الأصالة والمعاصرة محمد إدعمار حزب العدالة والتنمية محمد الملاحي حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ورشيد الطالب العالمي عن حزب التجمع الوطني للأحرار بالدائرة الانتخابية الفحص أنجرة فاز ردوان أنوينو عن حزب الأصالة والمعاصرة وسعاد بوليعيش الحجراوي عن حزب العدلة والتنمية بالدائرة الانتخابية العرائش فاز كل من محمد سيمو عن حزب الحركة الشعبية عبد العزيز الوادكي حزب الاتحاد الدستوري محمد الحمداوي حزب العدلة والتنمية وأمال بوكير عن حزب الأصالة والمعاصرة نتابع بالدائرة الانتخابية الحسيمة حيث فاز نور الدين مضيان عن حزب الاستقلال محمد الحموتي حزب الأصالة والمعاصرة عمر زراد حزب الأصالة والمعاصرة ومحمد العرج حزب الحركة الشعبية بالدائرة الانتخابية شفشاون فاز عن حزب الحركة الشعبية عبد الرحمن العمري وفاز توفيق الميموني عن حزب الأصالة والمعاصرة عبد الله العلوي عن حزب الاتحاد الدستوري واسماعيل البقالي عن حزب الاستقلال أما بالدائرة الانتخابية والزان فقد فاز كلور من عبد العزيز الشهب عن حزب الاستقلال وآم لمحرشي حزب الأصالة والمعاصرة وأخيرا محمد أحويت عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية نعم مريم نتابع أسماء الفائزين من جهة الشرق وتحديدا الدائرة الانتخابية البرلمانية وجدة أنجاد نبدأ بيوسف هوار عن حزب العصالة والمعاصرة عبد القادر حضوري عن حزب العصالة والمعاصرة عبد الله هامل حزب العدالة والتنمية محمد العثماني حزب العدالة والتنمية سليمان حوليش حزب الأصالة والمعاصرة سعيد الرحموني حزب الحركة الشعبية فاروق الطاهري حزب العدالة والتنمية المصطفى المنصوري حزب التجمع الوطني للأحرار وكل هؤلاء بالدائرة الانتخابية البرلمانية النظر أما بالدائرة الانتخابية البرلمانية دريوش ففاز محمد فضيلي عن حزب الحركة الشعبية فؤاد الدرقاوي عن حزب الأصالة والمعاصرة عبدالله البوكيلي عن حزب التجمع الوطني للأحرار في الدائرة الانتخابية البرلمانية جرادة مصطفى توتو عن حزب الأصالة والمعاصرة ياسين دغو عن حزب الاستقلال وفي الدائرة الانتخابية البرلمانية بركان محمد إبراهيمي عن حزب الأصالة والمعاصرة محمد البكاوي عن حزب الاستقلال وعن حزب العدالة والتنمية فاز المصطفى القوري نمر إلى الدائرة الانتخابية البرلمانية توريرت إدريس جدي عن حزب الاستقلال وعن حزب الاتحاد الدستوري محمد ناصر أما الدائرة الانتخابية البرلمانية جرسيف ففاز محمد البرنيشي عن حزب الأصالة والمعاصرة وعلي جغاوي عن حزب الاستقلال فيما يخص الدائرة الانتخابية البرلمانية في جيج الكبير قادة عن حزب الاستقلال إدريس أوقمني عن حزب الأصالة والمعاصرة وأخيرا مصطفى زيتي عن حزب العدالة والتنمية مريم نعم رضا ما زلنا في هذا البث المباشر مباشرة من القناة الأولى نتابع نتائج استحققات السبع من أكتوبر ونتابع بجهة فاس مكناس فاز بالدائرة الانتخابية البرلمانية فاس الجنوبية كل من إدريس الأزم الإدريسي عن حزب العدالة والتنمية محمد الحارتي عن حزب العدالة والتنمية كذلك علال العمراوي عن حزب الاستقلال رشيد الفايق عن حزب التجمع الوطني للأحرار وبالدائرة الانتخابية فاس الشمالية فاز عمر فاسي فهري عن حزب العدالة والتنمية عبد الواحد بحرشة حزب العدالة والتنمية حميد شباط عن حزب الاستقلال وعزيز لبار عن حزب الأصلة والمعاصرة نتابع من الدائرة الانتخابية مكناز حيث فاز عبد الواحد الأنصاري عن حزب الاستقلال عبد القادر البريكي حزب الحركة الشعبية عبد اللابوانو حزب العدالة والتنمية فاز أيضا بهذه الدائرة إدريس سقلي عدوي عن حزب العدالة والتنمية إدريس قشال حزب الاتحاد الدستوري وبدر طاهري عن حزب التجمع الوطني للأحرار بالدائرة الانتخابية الحاجب فاز يوسف حدهم عن حزب الاستقلال وخالد البقرعي عن حزب العدالة والتنمية بالدائرة الانتخابية إفران فاز أحمد رشيدي عن حزب العدالة والتنمية ومحمد وزين عن حزب الحركة الشعبية فاز بالدائرة الانتخابية البرلمانية مليعقوب جواد دواحي عن حزب الأصالة والمعاصرة ومحمد يوسف عن حزب العدالة والتنمية بالدائرة الانتخابية صفرو فاز أيضا إدريس شطيبي عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس مسكين عن حزب العدالة والتنمية والحسن سكوري حزب الحركة الشعبية بالدائرة الانتخابية بولمان فاز كل من أحمد شوكي عن حزب الأصالة والمعاصرة محمد إدريسي حزب العدالة والتنمية حسن العنصر حزب الحركة الشعبية نتابع بالدائرة الانتخابية تونات تيسا فاز كل من عبدالطيف الفوقر عن حزب الأصالة والمعاصرة محمد عبو عن حزب التجمع الوطني للأحرار وعبدالله الإدريسي البوزيدي عن حزب التقدم والاشتراكية الدائرة الانتخابية البرلمانية القرية غفسية منحت مقعدا أيضا لمحمد حجيرة عن حزب الأصالة والمعاصرة المفضل الطاهري حزب الاستقلال ونردين قشيب الحزب العدالة والتنمية بالدائرة الانتخابية البرلمانية تازة تمكن من الفوز بمقعد أيضا كل من جمال مسعودي حزب العدالة والتنمية محمد بودس حزب استقلال عبدالواحد المسعودي حزب الأصالة والمعاصرة كذلك عبدالعزيز كوسكوس عن حزب الحركة الشعبية ومحمد أمغار حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية إليك رضا نعم مريم نواصل بأسماء الفائزين في استحقاق السابع من أكتوبر نواصل من جهة الرباط سلا القنيترة ونبدأ بالدائرة الانتخابية البرلمانية الرباط شلا سليمان العمراني عن حزب العدالة والتنمية عبدالرحيم القراء حزب العدالة والتنمية سيد إبراهيم الجماني حزب الأصالة والمعاصرة عن الدائرة الانتخابية الرباط المحيط عبدالفتاح العوني عن حزب الأصالة والمعاصرة عمر بلافريج الحزب الاشتراكي الموحد محمد صديقي عن حزب العدالة والتنمية عبدالطيف بن يعقوب عن حزب العدالة والتنمية وفي الدائرة الانتخابية البرلمانية سلاء المدينة عبدالله بن كيران عن حزب العدالة والتنمية جامع المعتصم حزب العدالة والتنمية نوردين الأزرق حزب التجمع الوطني للأحرار ورشيد العبدي عن حزب الأصالة والمعاصرة فيما يخص الدائرة الانتخابية البرلمانية سلا الجديدة عبدالقادر عمارة فاز عن حزب العدالة والتنمية يوسف غربي كذلك عن حزب العدالة والتنمية ثم محمد بن عطية عن حزب الأصالة والمعاصرة أما الدائرة الانتخابية البرلمانية صخيرات تمارة ففاز محمد الهلالي عن حزب الأصالة والمعاصرة موح رجدالي عن حزب العدالة والتنمية عبدالعزيز العايد حزب العدالة والتنمية حسن عريف حزب الاتحاد الدستوري فيما يخص الدائرة الانتخابية البرلمانية القنيطرة فاز فوزي الشعبي عن حزب الأصالة والمعاصرة بوسلهام ديش عن حزب تجمع الوطني للأحرار عزيز رباح عن حزب العدالة والتنمية ثم مصطفى إبراهيمي وكذلك عن حزب العدالة والتنمية نمر إلى الدائرة الانتخابية البرلمانية الغرب بالعسال شاوي حزب الاتحاد الدستوري جواد غريب حزب التجمع الوطني للأحرار سيد حسان البحراوي حزب العدالة والتنمية الدائرة الانتخابية البرلمانية الخمسات والمس محمد أشرر عن حزب الأصالة والمعاصرة الحبيب حسيني حزب التقدم والاشتراكية محمد الحموش حزب الحركة الشعبية الدائرة الانتخابية البرلمانية تيفلت الروماني رحو الهلع عن حزب الأصالة والمعاصرة عبد صمد عرشان حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية حسن الفلالي عن حزب التجمع الوطني للأحرار أما الدائرة الانتخابية البرلمانية سيدي قصم ففاز أحمد الغزوي عن حزب التقدم والاشتراكية محمد الحافظ حزب الاستقلال أحمد الهيقي حزب العدالة والتنمية عبد الرحمن حرفي حزب الاتحاد الدستوري السعد بن زروال حزب الأصالة والمعاصرة أما الدائرة الانتخابية البرلمانية سيدي سليمان فالفوز كان لمحمد الحافياني عن حزب العدالة والتنمية ياسين الراضي عن حزب الاتحاد الدستوري ثم عبد الواحد الراضي عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بريم نعم رضا نتابع سرد أسماء الفائزين عبر جهة المملكة في هذه الاستحقاقات ونتابع مشاهدنا من جهة بن ملا الخنفرة حيث فاز عن الدائرة الانتخابية البرلمانية بني ملال خالد المنصوري حزب الأصالة والمعاصرة حليم فؤاد عن حزب الأصالة والمعاصرة عبد الرحمن خير عن حزب الاستقلال الحسين الدودي حزب العدالة والتنمية محمد مرزوق حزب العدالة والتنمية وحمد إبراهيمي عن حزب الحركة الشعبية الدائرة الانتخابية أزيلال دمنات فاز فيها كل من إبراهيم الموحى عن حزب الأصالة والمعاصرة عبدالرزاق نيت إدبو عن حزب الوحدة والديمقراطية وخليد التكوكين عن حزب العدالة والتنمية بالدائرة الانتخابية الفقي بن صالح فاز عبدالهادي الشريكة عن حزب الأصالة والمعاصرة الشرقاوي زنيدي حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بعبيد لبيدة حزب العدالة والتنمية ومحمد مبديع حزب الحركة الشعبية بالدائرة الانتخابية خنيفرة فاز نبيل صبري عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية صالح أغبال عن حزب الاستقلال والحسن أيتشو عن حزب الحركة الشعبية الدائرة الانتخابية خريبقا فاز عبدالرحيم أتمون حزب الأصالة والمعاصرة الحبيب الملكي حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية محمد زكراني حزب الاتحاد الدستوري حميد العرشي حزب التجمع الوطني للأحرار لحسن حداد حزب الاستقلال وشرقي الغلامي حزب العدالة والتنمية وبالدائرة الانتخابية البرلمانية بزو ووزغت فزا بدر التوامي عن حزب الأصلة والمعاصرة وملود بركايو عن حزب الاتحاد الدستوري وأيضا المستفر الداد عن حزب التجمع الوطني للأحرار نعم مريم أما أسمى الفائزين في جهة الدار البيضاء ستات فهي على الشكل التالي نبدأ بالدائرة الانتخابية البرلمانية عينسبا الحي المحمدي عادل بطار عن حزب العصالة والمعاصرة عبدالعزيز عماري عن حزب العدالة والتنمية نزهى الوفي عن حزب العدالة والتنمية حسن بن عمار حزب التجمع الوطني للأحرار الدائرة الانتخابية البرلمانية عينشق عبدالحق الشفيق حزب الأصالة والمعاصرة رشيد القبيل حزب العدالة والتنمية ثم عبدالقيف الناصري عن حزب العدالة والتنمية نمر إلى الدائرة الانتخابية البرلمانية دار البيضاء أنفا عبدالحق النجحي عن حزب العدالة والتنمية كذلك سعيد الناصري حزب الأصالة والمعاصرة مصطفى شنوى الحزب الاشتراكي الموحد أما الدائرة الانتخابية البرلمانية الفيدا مرسلطان فالفوز كان لجواد عراقي عن حزب العدالة والتنمية وكذلك الفطمي رميد عن حزب العدالة والتنمية ثم محمد تويمي بن جلون عن حزب الأصالة والمعاصرة الدائرة الانتخابية البرلمانية بن مسيك عبد مجيد جوبيج حزب العدالة والتنمية محمد جودار حزب الاتحاد الدستوري توفيق كميل حزب التجمع الوطني للأحرار أما الدائرة الانتخابية البرلمانية سيد البرنوسي فأحمد بريجا فاز عن حزب الأصالة والمعاصرة محمد يتيم عن حزب العدالة والتنمية ثم عبد المشيد أيت العديلة حزب العدالة والتنمية الدائرة الانتخابية البرلمانية الحي الحسني عبد القادر بودراء عن حزب الأصالة والمعاصرة آمنا مع العينين حزب العدالة والتنمية أحمد جدار حزب العدالة والتنمية نمر إلى الدائرة الانتخابية مولير شيد مصطفى الحيا حزب العدالة والتنمية محمد معيت حزب العدالة والتنمية محمد جبيل حزب الأصالة والمعاصرة أما الدائرة الانتخابية البرلمانية نواصر فنوردين رفيق فاز عن حزب الاستقلال عبدالكريم شكري عن حزب الأصالة والمعاصرة عبدالطيف رشيد عن حزب العدالة والتنمية الدائرة الانتخابية البرلمانية المحمدية سعيد التدلوي فاز عن حزب الحركة الشعبية سعد الدين العثماني عن حزب العدالة والتنمية الطهر بمزاغ حزب الأصالة والمعاصرة أما الدائرة الانتخابية البرلمانية بن سليمان محمد بن جلون فاز عن حزب العدالة والتنمية محمد كاريمين فاز عن حزب الاستقلال وحسن عكاشة عن حزب التجمع الوطني للأحرار الدائرة الانتخابية البرلمانية مديونة هاشم أمين الشفيق فاز عن حزب الاتحاد الدستوري صلاح الدين أبو الغالي عن حزب العصالة والمعاصرة الدائرة الانتخابية البرلمانية الجديدة عبد الحكيم سجدة حزب الأصالة والمعاصرة محمد الزهراوي حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مبارك الترمونية حزب الاستقلال المصطفى المخنطر عن حزب الحركة الشعبية دائما في الدائرة الانتخابية البرلمانية الجديدة أبو زيد المقرية الإدريسي حزب العدالة والتنمية ردوان مهدب حزب الاتحاد الدستوري الدائرة الانتخابية البرلمانية سيدي بن نور عبد القادر قنديل حزب التجمع الوطني للأحرار مصطفى الخلفي حزب العدالة والتنمية بوشعيب عمار حزب الاصالة والمعاصرة عبدالغني مخداد عن حزب الاصالة والمعاصرة نمر إلى الدائرة الانتخابية البرلمانية برشيد صابر الكياف حزب التجمع الوطني للأحرار نوردين البيدي حزب الاصالة والمعاصرة زيل عبدين حواص حزب الاستقلال محمد بوشنيف حزب العدالة والتنمية نمر إلى الدائرة الانتخابية البرلمانية سطات الفوز لهشام هرامي عن حزب الاصالة والمعاصرة البهلول رشيد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عبدالله أبو فارس حزب الاستقلال ودائما عن الدائرة الانتخابية البرلمانية سطات حسن الحارس عن حزب العدالة والتنمية عبدالطيف مرداس حزب الاتحاد الدستوري وأخيرا سعيد انميلي عن حزب التقدم والاشتراكية تفضلي مريد نعم ريدا نتابع هذه التغطية المباشرة المواكبة لاستحقاقات السابع من أكتوبر ونتابع اسماء الفائزين هذه المرة من جهة مراكوش أسفي عن الدائرة الانتخابية المدينة سيد يوسف بن علي فاز يونس بن سليمان حزب العدالة والتنمية مولايل بشير طوبة عن حزب العدالة والتنمية فتم زهر المنصوري عن حزب الأصالة والمعاصرة بالدائرة الانتخابية البرلمانية المنارة فاز محمد العربي بالقيد حزب العدالة والتنمية محمد تفلة حزب العدالة والتنمية وعمر خفيف حزب الأصالة والمعاصرة بالدائرة الانتخابية جليز النخيل فازت جميلة عفيف عن حزب الأصالة والمعاصرة الرشيد بن دريوش عن حزب الحركة الشعبية ويوسف أيت الحاج الحسن عن حزب العدالة والتنمية بالدائرة الانتخابية شيشاوة فزمولي هشام المهاجري عن حزب الأصالة والمعاصرة ميلود أيت حمو عن حزب الأصالة والمعاصرة حمزة الصوفي عن حزب العدالة والتنمية عبدالغاني جناح عن حزب الاستقلال نتابع بالدائرة الانتخابية الحوزة التي فاز فيها محمد إدموسة عن حزب الاستقلال الدار أنجار حزب التجمع الوطني للأحرار مراد الكورش حزب العدالة والتنمية ومحمد كمال العراقي حزب الأصالة والمعاصرة الدائرة الانتخابية البرلمانية قلعة سراغنة أفرزت فوز كل من أحمد التومي عن حزب الاستقلال بالعيد أعلولا لحزب العدالة والتنمية عبدالرحيم وعمرو حزب الأصالة والمعاصرة وعبدالزاق الورزازي عن حزب الأصالة والمعاصرة كذلك الدائرة الانتخابية البرلمانية الصغيرة فاز بها سعيد إدبعلي عن حزب التقدمي والاشتراكية محمد ملال عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عبدالطيف العيدي حزب العدالة والتنمية وأسماء الشعبي عن حزب الأصالة والمعاصرة بالدائرة الانتخابية الرحامنة فاز عبد السلام البكوري عن حزب الأصالة والمعاصرة عبدالطيف الزعيم حزب الأصالة والمعاصرة وعبدالخاليد البصري عن حزب العدالة والتنمية بالدائرة الانتخابية البرلمانية أسفي فاز محمد كاريم عن حزب الأصالة والمعاصرة هشام سعنان عن حزب الاستقلال تهامي المسقي عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية عادل السباعي حزب الحركة الشعبية دريس الثمري حزب العدالة والتنمية وحسن عديلي عن حزب العدالة والتنمية أيضا وأخيرا بالدائرة الانتخابية اليوسفية فاز يوسف الرويجل عن حزب الأصلة والمعاصرة وميلود مهرية عن حزب العدالة والتنمية نعم ريب نتابع اسماء الفائزين وهذه المرة من جهة درعة تافيلالت والبداية ستكون بالدائرة الانتخابية البرلمانية الرشدية نبدأ إذن مع محمد بالحسن عن حزب الاستقلال عدي ابو عرفة عن حزب العصالة والمعاصرة مصطفى العمري حزب التجمع الوطني للأحرار عمرو ودي حزب اليسار الأخضر المغربي عبدالله النوي حزب العدالة والتنمية نمر إلى الدائرة الانتخابية البرلمانية ميدلت عمر أحمين فاز عن حزب العدالة والتنمية أرضوان غانم عن حزب العصالة والمعاصرة سعيد شبعتو عن حزب التجمع الوطني للأحرار إلى الدائرة الانتخابية البرلمانية وارززت إسماعيل لموي فاز عن حزب العصالة والمعاصرة السعيد الصادق حزب العدالة والتنمية السعيد امسكان حزب الحركة الشعبية أما الدائرة الانتخابية البرلمانية تنغير فالفوز كان لحسن بوركلن عن حزب العصالة والمعاصرة أحمد صدقي حزب العدالة والتنمية عدي خزو عن حزب التجمع الوطني للأحرار الدائرة الانتخابية البرلمانية زاقورة الفوز كان لحسن وعري حزب العدالة والتنمية حمد أيتبه حزب التجمع الوطني للأحرار ثم آخرا جواد الناصري عن حزب الأصالة والمعاصرة أما بجهة سوس ماسا رضع فبدائرة الانتخابية البرلمانية أجدير الدوتنان فاز كل من حميد وهبي عن حزب الأصالة والمعاصرة صالح المالوكي حزب العدالة والتنمية اسماعيل شكري حزب العدالة والتنمية وعبدالله مسعودي حزب التجمع الوطني للأحرار بالدائرة الانتخابية انزغان أيتملول فاز رمضان بعشرة عن حزب العدالة والتنمية عن حزب العدالة والتنمية أيضا فاز أحمد أدراق وفاز محمد غالم عن حزب الأصالة والمعاصرة بالدائرة الانتخابية شتوكا أيتبه فاز سعيد دور عن حزب الأصالة والمعاصرة والحسن أزوغاغ عن حزب الاستقلال وأيضا محمد الشكر عن حزب العدالة والتنمية بالدائرة الانتخابية تارودانت الجنوبية فاز محمد بهدود عن حزب التجمع الوطني للأحرار محمد أوريش حزب العدالة والتنمية عبد جليل مسكين حزب العدالة والتنمية وعلي قيوح عن حزب الاستقلال أما بالدائرة الانتخابية تارودانت الشمالية فاز عبدالطيف وهبي عن حزب الأصالة والمعاصرة محمد الكردي حزب العدالة والتنمية وحميد البهجة عن حزب التجمع الوطني للأحرار وبالدائرة الانتخابية تزنيد تمكن من الفوز كل من عبدالله غازي عن حزب التجمع الوطني للأحرار وابراهيم بغضن عن حزب العدالة والتنمية وأخيرا بالدائرة الانتخابية طاطا فاز الحسين بوزحاي عن حزب الاستقلال ومصطفى تضمانت عن حزب التجمع الوطني للأحرى نعم مريم أسماء الفائزين في جهة قلميم ودنون فاجأت على الشكل التالي ونبدأ بالدائرة الانتخابية البرلمانية قلميم إذن محمد الحبيب النزومي عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مباركة بعيدة عن حزب التجمع الوطني للأحرار أما الدائرة الانتخابية البرلمانية السزق فالفوز كان لرشيد التامك عن حزب الأصالة والمعاصرة وتانيا حمدي ويسي عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية نمر إلى الدائرة الانتخابية البرلمانية تانطان عبدالله أبركة عن حزب العصالة والمعاصرة وسالك بولون عن حزب الاستقلال أما الدائرة الانتخابية البرلمانية سيدي إفني فالفوز كان لعمر بومريس عن حزب العدالة والتنمية ثم محمد بالفقيه عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تفضلي مريم نعم نتابع من جهة العيون الساقية الحمرة التي أفرزت فوز إبراهيم الضعيف عن الدائرة الانتخابية البرلمانية العيون وهو عن حزب العدالة والتنمية أيضا مولاي حمدي والدرشيد عن حزب الاستقلال وسيدي محمد سالم الجماني عن حزب الأصالة والمعاصرة بالدائرة الانتخابية البرلمانية بوجدور فازة عبدالله إدبدة عن حزب الأصالة والمعاصرة وعبدالعزيز أبا عن حزب الاستقلال نتابع من الدائرة الانتخابية طرفاية حيث فازة عالي الرزمة عن حزب العدالة والتنمية وعبدالله بيلات عن حزب الأصالة والمعاصرة وأخيرا بالدائرة الانتخابية البرلمانية الصمارة فازة مولاي زوبير حبدي عن حزب الأصالة والمعاصرة وسيدي أحمد الشيكر أو الشيكر عفوا عن حزب الاستقلال نعم مريم نمر الآن إلى جهة الدخل واد الدهب والفائزين أسماء الفائزين فيها كانت على الشكل التالي نبدأ بالدائرة الانتخابية البرلمانية واد الدهب محمد الأمين ديدا حزب الحركة الشعبية عزوها العراك عن حزب العدالة والتنمية نمر إلى الدائرة الانتخابية البرلمانية أو سرد محمد بوبكر عن حزب الأصالة والمعاصرة وأخيرا عبدالفتاح أهل المكي عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية نعم ريدا نتابع هذه التغطية المباشرة مباشرة مشاهدين من القناة الأولى ونتابع نتائج هذه الاستحقاقات وطبقا لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بمجلس أنواب عقدت اللجنة الوطنية للإحصاء اجتماعا يوم أمس للقيام بعملية إحصاء الأصوات والإعلان عن النتائج الرسمية للانتخاب الخاص بالدائرة الانتخابية الوطنية برسم الاقتراع التشريعي المجرى يوم الجمعة 7 أكتوبر 2016 بحضور ممثلي لوائح الترشيح المتنفسة وقد أصفرت النتائج التي أعلنتها اللجنة الوطنية للإحصاء استنادا إلى المحاضر التي توصلت بها من اللجان الإقليمية للإحصاء بمختلف عملات وأقاليم وعملات مقطعات المملكة على توزيع المقاعد بين لوائح الترشيح المعنية بحسب الانتماء السياسي للمترشحات والمترشحين الفائزين ردا إذن مريم نبدأ باللائحة الوطنية وتحديدا بالجزء الخاص بالنساء مجدة بن عربية فازت عن حزب العدالة والتنمية بوثينا قروري عن حزب العدالة والتنمية ميمونة أفتاتي سعاد العماري سعاد زخنيني إشراق البويسفي دائما عن حزب العدالة والتنمية ثم نجية لطفي حزب العدالة والتنمية مريم بوجمعة حزب العدالة والتنمية كذلك خديجة شامي حزب العدالة والتنمية أسماء النصفي ناعمة بهيش حزب العدالة والتنمية نزهة اليزيدي حزب العدالة والتنمية مانينة مدن حزب العدالة والتنمية حيات سكيحل حزب العدالة والتنمية فاطمة أهل تكرور حزب العدالة والتنمية ووصل بأمينة فوزي زيزي حزب العدالة والتنمية فاتحة شوباني حزب العدالة والتنمية وأخيرا عائشة إدبوش عن حزب العدالة والتنمية وبخصوص بقي النتائج نتابع بزكية المريني عن حزب الأصالة والمعاصرة بديع الفلالي حزب الأصالة والمعاصرة فاطمة سعدي حزب الأصالة والمعاصرة فاطمة الطوسي أيضا عن حزب العصالة والمعاصرة وعائشة أيتحدو حزب الأصالة والمعاصرة ملكة خليل حزب الأصالة والمعاصرة حيات بوفراشن وعندتي الحزب أيضا فازة مريم عالمي وعزيزة الشقاف وتوريا فراج كذلك كان بركة صفا عن حزب الأصالة والمعاصرة غيتا أيت بن المدني عن ذات الحزب كذلك لطيفة الحمود وحياة المشفوع دائما عن حزب الأصالة والمعصرة نوصل بالأسماء الفائزة في حزب الاستقلال سعيدة أيت بوعلي عن حزب الاستقلال كما قلت عزيزة أبا عبلة بوزكري دائما عن حزب الاستقلال إيمان بن ربيعة خديجة ردواني مونيرة الرحوي رفيعة المنصوري دائما عن حزب الاستقلال وعن حزب التجمع الوطني للأحرار مشاهدين فازت كل من نوال المتوكل أيضا سوريا أهل أحماد عن حزب التجمع الوطني للأحرار دائما نعيمة زيدان أسماء غلالو وأيضا عن حزب التجمع الوطني للأحرار فازت وفاء البقالي ليلى أحكيم عن حزب الحركة الشعبية حكيمة بلقساوي حزب الحركة الشعبية كذلك فاطمة الزهراء النزيه حزب الحركة الشعبية ثم لبنى طاهري حزب الحركة الشعبية وعندات الحزب غيثة الحاتمي أما عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية فقد تمكنتنا الفوز كل من ابتسام مراس السعدية بن سهيلي فتيحة سداس وعن ذات الحزب أي حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية فازت أيضا ميناء الطلبي نمر إلى الأسماء الفائزة عن حزب الاتحاد الدستوري نبدأها بخديجة الزياني ثم غزلان مرزوقي وهاجر المسقي ودائما عن حزب الاتحاد الدستوري ونختم اللائحة الوطنية بحزب التقدم والاشتراكية حيث فازت عائشة البلق وتوريا السقلي وأخيرا سعاد الزيدي عن حزب التقدم والاشتراكية نعم مريم أما الجزء الخاص بالشباب فنبدأه بمحمد الطويل عن حزب العدالة والتنمية لبناء الكحلي حزب العدالة والتنمية محمود إمري عن حزب العدالة والتنمية أيضا عن حزب العدالة والتنمية نوفل الناصري إيمان اليعقوبي محسن مفيد أيضا عن حزب العدالة والتنمية إبراهيم الشويخ ردا بوكمازي والحسين حريش عن حزب العدالة والتنمية أما حزب الأصالة والمعاصرة في لائحة الشباب فقد فازت غيتا بدرون أمال عربوش زهور الوهابي مونة أشريت مريم وحسات عائشة فرح وابتسام عزاوي دائما عن حزب الأصالة والمعاصرة في حزب الاستقلال كان الفوز للشيخ ميارة عمر عباسي دائما عن حزب الاستقلال ثم نوفل شباط عن حزب الاستقلال وعمجيد الفاسي الفهري عن حزب الاستقلال أما فيما يخص فيما يخص مشاهدين حزب التجمع الوطني للأحرار فقد فاز كل من مصطفى بيتاس وأيضا كمال العمري وخالد أشناق عن حزب التجمع الوطني للأحرار شكرا إمام فاز عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ثم دائما عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حنان رحاب ونتابع مشاهدين هذه التغطية المباشرة نطلعكم فيها عن نتائج استحققات السابع من أكتوبر عن أسماء الفائزين وعن الأحزاب الفائزة ونتابع لائحة الشباب عبد الحكيم الأحمدي عن حزب الحركة الشعبية وكما اللعفو عن حزب الحركة الشعبية كذلك نعم مريم وعن حزب التقدم والاشتراكية نواصل تقديم أسماء الفائزين هذه المرة دائما كما قلت حزب التقدم والاشتراكية جمال بن شقرون كريمي ثم فاطمة الزهراء برسات ودائما عن حزب التقدم والاشتراكية وأخيرا مشاهدين عن حزب الاتحاد الدستوري تمكن من الفوز كريم شاوي شكرا مريم إذن بهذا مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الشكر لتقم التقني والصحفي الذي رفقنا طيلة هذه الأمسية مريم نعم شكر مصور لكم أيضا مشاهدين الكرام على متابعتكم للأولى التي واكبت هذا الحدث بتغطية إعلامية وبوسائل لوجيستيكية متعددة لإنجاح هذا الموعد ولإنجاح هذا الحدث شكرا على وفائكم وإلى أن يجمعنا لقاء آخر لكم مني من رضا ومن الطاقم أطيبة تحية ترجمة نانسي قنقر